من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين دموع المتسابق الكيني يوم أمس تحركت لها القلوب وذرفت لها العيون وأضفت جوا من الخشوع على جميع الحاضرين واستشعر الجميع عظمة القرآن كيف يتأثر به من لا يعرف كلمة واحدة باللغة العربية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ما شاء الله أبكى الكثير مع إنه لا يفهم الكثير من العربية وما شاء الله يقرأ القرآن وتدبر معانيه وعندما يوصل إلى صورة العذاب يبكي وحتى قال في الأتال عندما يقرأ القرآن ويوصل إلى آيات العذاب لا يقدر أن يكمل يتأثر جيدا يتدبر القرآن جيدا وفي هذا اليوم تنافس ستة من حفظة القرآن هم أحمد هارون وداع من التشاد ومحمد أحمد علي الرئيس من الإمارات العربية المتحدة ومحمد أيوب مكرى من زامبيا وعثمان عبدالله من غانا وفياض عالم من نيبال وعتيقصو من غينيا كوناكري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم